اهلا بكم مع فيلم جديد فيلمنا النهاردة رعبه اكشن زومبي اسمه سكول لايف اصحابنا بيتحبسه فوق سطح المدرسة لما عرفوا ان المدرسة كلها تحولت لزومبي وبتدور الاحداث كل لحظة مهمة خلي بالك فيلمنا بيبدأ مع بنت اسمها كورومي طالبة في مدرسة ميجرو جايوجة الخاصة وهي بتمارس رياضة الجري في النادي بتشوف ولد وسيم اسمه سامباي بيسحرها بجماله فبتقع على الارض ورجلها بتتعور وبتضطر تروح العيادة عشان تعالج الكدمات وهنا في العيادة بنشوف المعلمة مجومي واللي بتشتغل ممرضة في نفس الوقت ومن كتر اصابتها في التمرينات وترددها على العيادة باستمرار بقت مجومي من اصدقائها المقربين وبينضم لهم بنت اسمها يوكي واللي دايما بتتعرض هي كمان للاصابات فبيكونوا قطعين اشتراك في العيادة يوم الدراسة بينتهي بتركب كورومي عجلتها وبيقابلها سامباي بيسحرها بجماله فبتقع تاني على الارض وبيندهل سامباي من اللي بيحصل وبيقرر انه يتمشى معها وفي الطريق بيتكلموا عن احوال الدراسة وبعدها بيتحول الكلام عن حياتهم الشخصية فبتكون فرحانة جدا وحاسة ان في حاجات كتير مشتركة بينهم في اليوم اللي بعده في المدرسة بتروح كورومي العيادة لصحبتها ميس مجومي وبتحكي لها عن اللي حصل بينها وبين حبيبها سامباي مجومي بتنصحها انها تكون شجاعة وما تترددش انها تعترف له بحبها مجومي بتقول لهم ايه رأييكو تنضموا النادي الاصدقاء معانا على السطح فبيكونوا مبسوطين جدا وبيوافقوا على طول بعدها قربوا من بعض جدا وبيقضوا وقتهم مع بعض ومعهم صاحبتهم يوري وبيشتركوا في اي نشاب بيتعمل حتى الاكل وبتعرفهم يوكي بان في بصل مزروق على السطح محتاج انهم يجمعوه بتجمع يوكي البصل وبتروح لفصلها عشان توريه لاصحابها في الفصل فبتكتشف انها اصحابها من صنع خيالها وان في الواقع مش موجود في الفصل غير كراسي وشبابيك متكسرة وبقع دم على الستاير والفوضى في كل مكان بتبص من الشباك وبتتفاجئ ان كل الطلاب تحاولوا الزومبي وموجودين في كل مكان في المدرسة هنا بيقرر التلات بنات مع ميس ماجومي انهم يحصنوا مكانهم على السطح من الزومبي وبدأوا يعيشوا على السطح ويتأقلموا على الوضع اللي هما فيه مع كمية الاكل المتاحة لهم بعد كم يوم بدأ الاكل يخلص منهم فبتضطر يوري وكورومي انهم يغمروا وينزلوا المطبخ عشان يجيبوا اكل فبياخدوا معاهم عصاية بيزبل ومجرافة عشان يدفعوا عن نفسهم وبيخطروا على بالهم حيلة انهم ياخدوا معاهم كوار بينج بونج عشان يلفت انتباه الزومبي نحية الكوار ويقدروا يتسللوا للمطبخ من غير ما الزومبي يحس بيهم وهم في طريقهم للمطبخ بيقابلوا مجموعة من الزومبي فبيرم قوار البنج عشان الزومبي يتشتت بصوتها وبتنجح الفكرة وهم داخلين على المطبخ اتفاجئوا بزومبي قدامهم واللي بسرعة هجم على يوري وكورومي من خوفها بترجع بدهرها ومش قادرة تدافع عن صاحبتها في الوقت ده بتتفاجئ بزومبي جاي من وراها وهنا قدرت تغلب على خوفها وضربته بعصاية البيزبل وقضت عليه كورومي خلصت على الزومبي اللي في ايديها وراحت على صاحبتها عشان تنقذها بعد ما تخلصوا من الزومبي دخلوا المطبخ وبدأوا يجمعوا كل اللي محتاجينه من الأكل وبتفتح يوري باب من أبواب المطبخ فجأة بتظهر لهم بنت اسمها ميكي كانت مستخبية من الزومبي في قدة الخزين وعشان ما يعرفوش بعض بيهجموا ويدربوا في بعض لكن بعدها عرفوا انها من الزومبي وخدوها معاهم على نادي المعيشة فوق السطح وبعد ما وصلوا المكان بدأت يوكي تتحقق منها وتفحصها عشان تتأكد انها مش مصابة من الزومبي وبعد ما تأكدوا انها بنت طبيعية ومش مصابة بدأوا يعرفوها بنفسهم وبعدها تجمعوا مع بعض على العشاء وبدأت ميكي تاكل المكارونة بشغف يوكي بتعمل حركات غريبة بيقولولها ما تركزيش معاها لان دي لسه مصدومة وعايشة في عالم مع نفسها من غير زومبي بعد كم يوم وهم كالعادة متعايشين مع الوضع بتروح ميكي لقودة المدارسين وبتجمع اي حاجة تنفع عشان بتفكر تهرب في اللحظة دي كرومي بتحضر وبتشوفها فبتقول لها ان المدرسة كلها مليانة زومبي وان ما فيش فرصة للهروب من المدرسة لوحدك لكن ميكي بتشرح لها وبتقنعها بان المفروض يساعدوا نفسهم على الهروب وانهم لازم يفكروا في خطة للهروب قبل ما يخلص اكلهم وشربهم فبترد عليها كرومي وتقول لها بس المفروض انك ما تاخديش قرار من نفسك وانهم لازم يكونوا مشتركين في اي قرار عشان ما تعرضش حياة حد للخطر وفي الليل بيتجدلوا في اللي حصل ميكي بتقول لها شايفاكم بتتعايشوا عادي جدا بالرغم الموقف اللي انتوا فيه وهنا يوري بتشرح لها عن الحادثة اللي حصلت وخلتهم غصبة عنهم يعودوا في المدرسة ويعملوا نادي المعيشة مع بعض وهنا بنرجع في لاش باك الوقت وقوع الحادثة وبنشوف البنات ومعهم مسماجومي بيعملوا نشاط على سطح المدرسة وفجأة بيشوفوا من فوق فوضى في كل مكان والطلاب بيجروا وراء بعض وبيعدوا كل واحد منهم التاني وهم شايفين كل ده سامباي بيجري ناحية كرومي وبيقول لها انها لازم تهرب ومن صدمة كرومي من الموقف فبتكون مشتتة ومش عارفها تعمل ايه بيهجم عليها زومبي وفي اللحظة دي بيجري ناحيتها سامباي وبينقذها وبيطلعها للدور التاني من المدرسة وهم طالعين للسطح بيقابلوا مجموعة من الطلاب واللي تقريبا اتحولوا الزومبي فبتهجم بنت متحولة منهم على كرومي لكن بيدافع عنها سامباي وبيعمل حاجز عليها بايده لكن البنت الزومبي بتتمكن من ايده وبتعده بالرغم من صعوبة الموقف لكن كرومي قدرت تسحبه وتطلعه معها على السطح وقفلوا الباب قبل ما يدخل اي حد من الزومبي بعد شوية بتشوف يوكي علامة العد على ايد سامباي وبسرعة بتحذر كرومي انها هتبعد عنه لانه تعرض للعد من الزومبي وعشان سامباي راجل وبيحبها بيحذرها هو كمان وبيطلب منها انها تبعد عنه قبل ما يتحول لزومبي ويكون خطر عليها وكمان بيعترف لها انه بيحبها بعد شوية الشاب بيتحول لزومبي وبتضربه كرومي بالمجرفة وهي زعلانة جدا وعشان كل اللي حصل ده وعشان ما يحسوش بالملل قامت مجومي بتشكيل النادي المعروف باسم النادي معيشة المدرسة في الوقت الحاضر قاموا بتشكيل نفسهم لمجموعتين يوجي ومجومي عليهم تجهيز النكان وترتيبه والباقي بيعملوا دوريات امان عشان يحافظوا على حياتهم وبالرغم من نجاحهم واستقرارهم في المكان الا ان ميكي مش مبسوطة من موقفهم وبتتمنى من داخلها ان الزومبي يهاجمهم وبتكون عاوزة تعرف اذا كان في اشخاص تاني غيرهم ناجوا من الزومبي ولا لأ وفي اليوم الجديد بتكرر ميكي انها تهرب من المدرسة الوحدها وبدأت تنفس خطتها وقامت بتشغيل جهاز صوت الموسيقى في المدرسة عشان تلفت انتباهي الزومبي بعدها فتحت باب المدرسة من النحة التانية عشان تهرب في اللحظة دي شافت هيوكي وطلبت منها انها تفضل معاهم لان المدرسة بالنسبة لهم اقمن مكان لكن ميكي ما سمعتش كلامها وبتحاول تدور على العربية اللي خدت مفتاحها قبل كده من غرفة المدرسين في الوقت ده راحت كورومي ويوري قودت الموسيقى بسرعة عشان يفصلوا الصوت فجأة بيتحول انتباهي الزومبي لميكي ويوكي وبقوا في مشكلة كبيرة وعلى وشك ان الزومبي يهجموا عليهم في الوقت ده بيحسوا ان حياتهم في خطر اصحابهم عرفوا بالماقف وبسرعة راحولهم وبتطلب كورومي من صاحبتها انهم يروحوا ناحية المدخل بسرعة وفعلا نجحوا في النهاية انهم ينقذوا اصحابهم بعد كده بتحس ميكي بالزنب بسبب اللي عملته لكن يوكي هونت عليها وخدت الموضوع ببساطة في اليوم اللي بعده بيكونوا الدور على كورومي وميكي انهم ينزلوا مطبخ المدرسة ويجمعوا الاكل اللي محتاجينه وهم في طريقهم للمطبخ بيواجهوا زومبي كتير وبدأوا يتعاونوا كفريق عشان يتخلصوا منهم وبعد مواجهة عنيفة قدروا فعلا انهم يتخلصوا من الزومبي ولما دخلوا المغزن شافوا انه مليان بالاكل وكل حاجة محتاجينها وبيقولوا لنفسهم ده بقى مغزن مدرسة محترمة وفي الوقت اللي بيجمعوا في حاجتهم من المطبخ قعدت كورومي على الارض وفيه زومبي رايح ناحيتها هنا استرجعت ذكرياتها للأحداث اللي ضح فيها صنباي بنفسه عشان ينقذها من الزومبي وبدأ يظهر عليه علامات الحزن وده شبت تركيزها وهجم عليها الزومبي وعلى وشك انها تتعرض للعض يوري بتحضر في الوقت المناسب وبتنقذها وبدأوا يجمعوا كل حاجة يحصنوا بها نفسهم وهنا بتستمر الحياة والامور كلها تمام وبيستمتعوا البنات بوقتهم وبيمروا الوقت وبيدخل فصل الخريف فقرروا انهم يعملوا مهرجان لفصل الخريف زي ما كان بيحصل قبل كده وقبل ما يبدأوا في الاستعداد ليه بيحاولوا يزغرفوا المكان ويزينوه عشان يعملوا مفاجأة الميس مجومي وفي الاحتفال قضوا وقت جميل مع بعض وشارقوا امالهم واحلامهم وفجأة سموا عصوط انذار الحريق في كل مكان بيخرجوا من القوضة عشان يعرفوا ايه اللي بيحصل اكتشفوا ان الزومبي دخلوا المبنى وان واحد من الزومبي كان بيلعب بولاعة فعمل حريق واشتغل الانذار وهم بيحاولوا يهربوا الزومبي خدوا بالهم وهنا بينفصلوا وفجأة بيهجم الزومبي على كرومي وبيمسك المجرافة الحديد منها بتقاوموا بتقول لاصحابها هربوا انتوا اصحابها ما كدبوش خبر وتلعوا يجروا ويوري وميكي النحية التانية بيقاوموا الزومبي اللي معهم الزومبي بقوا منتشرين في كل مكان في المدرسة كرومي هنا على سطح محصرة من الزومبي فكررت انها تطلع على قاعدة الهوية وحواليها الزومبي من كل ناحية وبتحس في الوقت ده بحالة يأس وانها خلاص على وشك الموت فجأة بتحسه كأن روح صنباي جاية تنقذها وبيقول لها ما تستسلميش وانه بيحبها هنا بترجع لها الثقة والشجاعة وعشان هي بنت رياضية بتعمل نطة شقية وبتهرب من مصيادة الزومبي وبكل شجاعة بتلعب مطش جمد مع الزومبي مطش البقاء للأقوى وبتقاتل وبتقضي على كل زومبي يقابلها وبعدها بتروح للمكان اللي بيستخبى فيه يوري وميكي وبتكتشف ان الوضع في المدرسة بقى ضمار وفكرت ان اصحابها ماتوا ودلوقتي بقت لوحدها وهي في حالة يأس بتسمع صوت اصحابها وهم بيحربوا بكل قوتهم عشان يحموا نفسهم من عضات الزومبي بسرعة بتنضم ليهم عشان تساعدهم وبتدرب الزومبي بكل قوة وبعد سراع طويل بيتخلصوا من كل الزومبي اللي موجودين في الوقت ده بيكونوا فرحانين جدا بروح التعاون اللي بينهم لكن بعدها بيتفزعوا لما بيعرفوا ان يوكي مش موجودة وموجومي اصلا مش موجودة بعد البحث والتفتيش بيلاقوا صاحبتهم والقصة بتتحور وبنعرف ان العيادة كانت عبارة عن واهم وخيال طول الوقت وان ميس مجومي اصلا اتحولت لزومبي من فترة طويلة لما تعرضت للعد في العيادة وكل الوقت ده كانت يوكي بتتخيلها دايما انها موجودة في حياتها وهم واقفين متأثرين بالواقع اللي هم شايفينه بتقرب عليهم مجومي الزومبي بتقابلها كرومي بالمجرفة عشان تقضي عليها وتريحها من عذاب الزومبي بعد الحادثة دي بدأت يوجد فوق من علم الخيال اللي كانت عايشة فيه وهنا عرفت ان الامور بقت اسوأ بكتير من الاول وبقت تحول تفهم الواقع وتستوعب ان صاحبتها مجومي اتحولت لزومبي ومش موجودة واصحابها بيحاولوا يوسوها بعد كده عرفوا البنات ان اعادتهم في المدرسة تاني بقى شيء مستحيل بعد اللي عملوا الزومبي في المدرسة قطعوا سلوك القهربة ومواسير المياه وبوازوا الاكل وخربوا الدنيا وبالشكل ده قرروا يسيبوا المدرسة بس قبل ما يمشوا قرروا انهم يعملوا حفل التخرج لنفسهم وبيتجمعوا كلهم وبيقدموا الشهادات لبعض وبيهنوا نفسهم وهم بيفتكروا كل العقبات اللي قابلتهم وبيكونوا مبسوطين لانهم على الاقل لقدروا ينجوا بحياتهم وده طبعا بسبب العزيمة والاسرار والاهم التعاون اللي كان بينهم وفي النهاية بيغنوا اغنية ودع يا دنيا ودع وبعدها سابوا المدرسة وخدوا حاجاتهم على العربية وهم ماشيين كورومي بتدي نظرة اخيرة على المدرسة وبتفتكر صنباي وبتودع المكان بحزنه وبيمشوا وهم في العربية بيقابلوا مجموعات من الزومبي وبيعرفوا ان المدينة كلها اتدمرت بسبب الزومبي وهم حاليا في طريقهم للمجهول وبكده يكون خلص فيلمنا النهاردة مشجعين افلام الزومبي ياريت يعرفوني رأيهم في التعليقات اشوفكم مع فيلم جديد